أحمد سأستفسر عن أمر آخر إحدى الإذاعات التابعة لهيئة البحث بث الإسرائيلي تحدثت عن خطط وخطوات ستقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع ما يسمونه المنطقة الإنسانية في غزة في استعداد إسرائيل لعمليات عسكرية محتملة في رفح فما الذي يتم الحديث عنه وما الذي يتم تأكيده بأنه تم فعلا على الأرض بالفعل ديما الاحتلال الإسرائيلي كان قد فرض منطقة عازلة في غلاف قطاع غزة داخل القطاع اقتطع منطقة عرضها واحد كيلو متر في معظم المواقع وفي مواقع أخرى كان يريد اقتطاع أراضية أكبر من أجل إقامة منطقة عازلة داخل القطاع بالإضافة إلى الممر الذي نصبه الاحتلال الإسرائيلي من أجل الفصل الشمالي القطاع عن جنوبي القطاع يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على توسيع هذه المناطق مناطق سيطرته الأراضي التي يقتطعها من قطاع غزة تصل نسبتها بما يشمل هذه المنطقة العازلة والمنطقة التي تفصل بين شمالي القطاع وجنوبي القطاع إلى أكثر من 20% تقريبا قرابة 30% من أراضي قطاع غزة سيعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع هذه المنطقة وهذه المرة يقول أنه يفعل ذلك من أجل مصلحة الفلسطينيين هو يصادر أو يقتطع أراضي الفلسطينيين ويدعي أن ذلك من أجل مصلحة الفلسطينيين من أجل إقامة منطقة إنسانية عازلة توسيع المنطقة القائمة من أجل نقل المدنيين من منطقة ترفح إلى هذه المنطقة التي يصفها بالإنسانية تمهيدا لعملية عسكرية هناك من غير الواضح إلى أين وصل الاحتلال الإسرائيلي في هذه العمليات هل وصلت مراحل متقدمة أو لا هل وصلت الخيام التي كان ينشر في وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي طلب شراءها من الصين تمهيدا لنصبها في مواقع مختلفة في القطاع تمهيدا لعملية عسكرية محتملة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة ترفح هذه الأنباء تتزامن مع أنباء أخرى مع تسريبات إسرائيلية لصحيفة Wall Street Journal الأمريكية تتحدث هذه التسريبات عن أن الاحتلال الإسرائيلي يجهز نفسه لبناء قدرات عسكرية من أجل تنفيذ عمرية عسكرية في منطقة ترفح التقديرات المصرية بحسب الصحيفة تشير إلى أن المرحلة الأولى وهي مرحلة إجلاء المدنيين من قطاع غزة ستستغرق بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعدها سيعمل الاحتلال الإسرائيلي على بدء العملية العسكرية هذه العملية العسكرية وعمليات إجلاء المدنيين تجري بالتنصيق مع الولايات المتحدة ومع مصر ومع دولة الإمارات ومع دول أخرى لا تسمها هذه الصحيفة التي أوردت الخبر تدعي الصحيفة أن الاحتلال الإسرائيلي لن يهاجم منطقة رفح بشكل مطلق بشكل كامل كما فعل في خان يونس وفي غزة إنما سيستهدف فقط المواقع التي يعتقد لاحتلال الإسرائيلي أن الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين موجودون فيها نذكر بأن هذه كانت ادعاءات لاحتلال الإسرائيلي على سبيل المثال في مشفى الشفاء الذي كان يقطع الاحتلال الإسرائيلي في بداية هذه الحرب أن هناك أسرا ومحتجزين إسرائيليين فيه هذا لم يحدث عندما اقتحم المشفى كذلك في مشفى ناصر منطقة خان يونس كان الاحتلال الإسرائيلي يدعي بشكل عام أن قيادات حركة حماس وأن الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين في تلك المنطقة لكن رغم عمليات الدمار الهائلة وعمليات الباحث التي وصفت بأنها بطيئة للغاية والانتقال من نفق إلى آخر ومن منزل إلى آخر للبحث عن قيادات حركة حماس وعن أسرة ومحتجزين إسرائيليين لم تؤدي إلى النتيجة التي كان يتحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي فبالتالي معلوماته الاستخبارية قاصرة شكرا جزيلا لك من القدس مراسل عربي أحمد دروشي شكرا جزيلا لك من قبل